بَنَا قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُمْ مُسْوَدًا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْمُتَكَبْرِينَ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءٌ لا يمسهم السُّوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا خبضته يوم القيامة والأرض جميعا خبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام فإذا هم قيام إن ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ومضع الكتاب وجيء من نبيين واشغدان وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا ملا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ترجمة نانسي قنقر